تدخل احتجاجات السودان أسبوعها الثالث فلا لوعود الحكومية ولا التشدد الأمني منع تجدد المظاهرات المنددة بالغلاء والمطالبة بإسقاط النظام في مناطق متفارقة من البلاد أما رئيس السوداني عمر البشير فيدعو من يطالبونه بالتنحية عن السلطة إلى الاستعداد لخوض انتخابات عام 2020 المقبلة للوصول إلى الحكم والسلطة تلجأ إلى الشارع من خلال دعوتها لتظاهرة مؤيدة لها الأربعاء المقبل أما على المقلب الآخر فقد نشطت أحزاب المعارضة واتحدت للمرة الأولى داعية لإسقاط النظام وتشكيل حكومة انتقالية ركبة بذلك موجة المطالب الشعبية لقراءة المشهد السوداني بتفاصيله ينضم إلينا مباشرة في الاستوديو الأكاديمي والمحلل السياسي سامي نادر بعد ما يقارب ثلاثة أسابيع على ترقب الأوضاع في السودان اليوم في أي إطار يمكننا وضع هذه الاحتجاجات وما يرافقها من كل التطورات السياسية على الصحة السودانية أعتقد أن الأسباب الأساسية لهذه التحركات هي اقتصادية بالدرجة الأولى وسياسية بالدرجة الثانية أولا سياسية اقتصادية بالدرجة الأولى نظرا إلى الأزمة الاقتصادية العميقة التي يمر بها السودان وإلى تشفيف مصادر العمولات الخارجية النادرة أي لماذا؟ لأن الحكومة السودانية تحت البشير نفقت أجزء كبير من هذه الأموال على المجهود العسكري ولم تقم بالاستثمارات المطلوبة لتفعيل دورات النمو الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها في الفترة الأخيرة أي إيقاف الدعم عن مواد غزائية أساسية مما أدى إلى ارتفاع الأسعار سبب هذا كانت في المرحلة الأولى ولكن اليوم ولكن هذه هي الشرارة الأساسية ولكن اليوم الأزمة أصبحت أبعد من أزمة خبز وأزمة معيشية أصبحت أزمة سياسية كبيرة أصبحت أزمة سياسية هناك مطلبة بإسقاط النظام أو بإسقاط النظام وهذا النظام يحكم منذ عام 1989 إذن أكثر من ثلاث عقود اليوم والشعب يريد تغييرا في النظام السياسي يريد أكثر مشاركة وهذا يذكر بأولى المظاهرات والثورات العربية التي انطلقت عام 2009 تحت عنوين اقتصادية ولكن كان لها بعض سياسي أساسي جماهية تطالب بمشاركة أوسع في تقرير مصيرها في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية هؤلاء المحتجين اليوم الذين يسعون إلى الوصول إلى القصر من خلال هذه التجمعات وتسليم الرئيس عمر البشير مذكرة تطالب بتنحيه وتشكيل حكومة انتقالية كما ذكرنا ما هي خياراتهم؟ وتحديدا تجمع المهنيين وهو المنظم لهذه الدعوات هم يطرحون اليوم مرحلة انتقالية لمدة أربع سنوات تتولها حكومة لتولي هذه الفترة الانتقالية بينما يصار إلى تغيير النظام ووضع نظام يؤمن مشاركة أوسع وهناك أيضا الشرارة التي أطلقت بآب من هذا من العام الفائت والتي عدلت الدستور بشكل يسمح للبشير بإعادة أن يعود ويخوض الانتخابات عام 2020 هذه أيضا الشرارة السياسية التي أضيفت على تلك الشرارة الاقتصادية والتي شكلت سبب أساسي في التظاهرات اليوم الخيارات أمام هؤلاء هم هو أولا دستور جديد أو تعديل لدستور أكثر ديمقراطية أكثر مشاركة وهذا يتم خلال الفترة الانتقالية التي هم الذين يطرحونها ومن هنا الخيارات هي إذن فترة انتقالية ولكن هل حكومة البشير وحزب المؤتمر الوطني الحاكم اليوم قادرين على تقديم هذه التنازلات والإقدام على مثل هذه الخطوة؟ اليوم لا وهم يحاولون قمع المظاهرات ولكن السؤال اليوم هذه المظاهرات الأهم منذ ثانوات لبل منذ وصول البشير إلى السلطة السؤال اليوم إذا ما تفاقمت تلك المظاهرات ماذا سوف يكون موقف القوى الأمنية والجيش الوطني صحيح نحن أمام نظام أحادي وهناك نوع من الأوثقراطية الحاكمة ولكن أعتقد أن اليوم موقف المؤسسة مؤسسة الجيش حيال تلك المظاهرات إذا ما تفاقمت سوف يكون الأساس في تحديد أمار المتحدة اليوم هناك أشكالية أكبر وسيكون الجيش ربما في مأزق أكبر اليوم من خلال دعوة الحكومة إلى مظاهرات مضادة وإلى اللجوء إلى الشارع مظاهرات مؤيدة للحكومة وكأن أصبحت المواجهة اليوم سياسية وكأن الحكومة تريد أن تقول أنه الشارع مقابل الشارع هذه هي التقنيات التي نراها دائما في العالم العربي والتي هي الوسيلة الأخيرة لإحباط تلك المطالبات الشعبية المشروعة لأنه في النتيجة ما تطالب به هذه التحركات هي مزيد من المشاركة السياسية وهي حماية قدرتها الشرائية وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية بالدرجة الأولى هلأ إذا ما تمكن النظام من مقابلة هذه التظاهرات بمظاهرات أخرى بنفس الحجب والعمق نعم نحن أمام مأزق ولكن لن يسقط فقط تلك المطالبات الشعبية ولكن قد يهدد نوع من حرب أهلية جديدة ولكن أزمة شعبية سياسية عميقة وماذا تكون احتمالات الخطوات التي يمكن للبشير وحكومته أن يقوموا بها في مثل هذه الحالة يعني ما هي السيناريوهات المرتقبة في مثل هكذا لابد لهم من احتواء تلك المطالبات الشعبية يعني لقد أقروا بعض الخطوات أنا أقصد في حال مواجهة الشارع في حال مواجهة الشارع إذا اتخذوا قرار بقمع تلك المظاهرات هناك مخاطر لمثل هكذا تدابير ولكن يبقى في الأساس إذا أرادوا تطبيق إصلاحاتهم بحاجة إلى أموال من أين ستسوف تأتي الأموال كان هناك بعض الأموال الموعودة عام 2015 ولكن تم هناك صرف أكثر من مليارين دولار مساعدات من دول عربية ولكن ليس بالتأكيد أن تلك البداية سوف تستمر بدعم نظام يعاني من أزمات مشروعية أساسية وهل برأيك اليوم الدور الإقليمي هو الذي يلعب دور أساسي أيضا في سودان يعني إقليميا هناك دول كبرى تسعى لدعم البشير ولبقائه في السلطة ولكن في المقابل ليس هناك تدخل فعلي فيما يتعلق بما يجري في الشارع والمطالب هذه الشعبية لم نشهد هذا الدعم الكبير الدعم الدولي الكبير لهذه المطالب الشعبية ماذا عن الدور الإقليمي والدولي؟ لأن هناك للسودان أهمية استراتيجية نظرا لموقعه الجغرافي هناك انقسام في السودان خاصة بعد 2011 بعد انفصال الجنوب السوداني والكل لديه مصلحة أقول بل كل القوى الإقليمية الأساسية باستقرار السودان هناك اليوم ضرورة إقليمية لاستقرار السودان هل سوف يكون الحفاظ على النظام هو المفتاح لاستقرار السودان؟ قد يكون الجواب نعم المحافظة على النظام ولكن ربما من دون رأس النظام وبرأيك هل المحافظة على النظام أم اللجوء إلى خيارات الأحزاب المعارضة؟ كان لفتا أيضا من خلال هذه الاحتجاجات أن المعارضة والتي كانت منقسمة فيما بينها اتحدت وكان هناك تحت ما يثمى الجبهة الوطنية للتغيير ويتضم 23 حزبا هل برأيك المعارضة لديها خيارات بديلة وقادرة أن تطرح هذه الخيارات؟ هي طرحت اليوم خيار الحكومة الانتقالية ولكن هذا هو التحدي الأساس نجحت اليوم بإبراز صوتها عبر اتحادها وهذا أمر لم يكن وردا في المرحلة الأخيرة اليوم التحدي أمامها هل سوف تتمكن من تحويل هذه الحركة الاعتراضية إلى مشروع سياسي إلى رؤية سياسية واضحة المعالم؟ وهذا تحدي أمام كل حركة مطالبة شعبية أو كل ثورة سلمية تقودها مجموعات تتحد في لحظة ما ولكن غالبا ما تتفرق لأن لديها رؤى سياسية مختلفة اليوم التحدي الأساس أمام تلك المعارضات التي اجتمعت في محاولة لتثبيت حقوقها الاقتصادية وسياسية شيء آخر يتطلب أكثر حنكة سياسية يتطلب أكثر ديمقراطية أي مشاركة من أجل تنفيذ خطة سياسية ولكن في ظل كل هذا الجو العام وهذه المرحلة الانتقالية والخطة السياسية غير الواضحة بعد حتى الآن وحتى التحالفات التي تبدو غير واضحة برأيك الواقع السياسي في المرحلة المقبلة كيف يمكن أن يكون؟ من الصعب تنبؤ أمر من هذا النوع لماذا؟ لأن هذه التحركات هي متنوعة جدا منها ما هو إسلامي منها ما هو علماني منها ما هو ياساري من حيث التطلعات السياسية ولكن من دون شك تجمعهم اليوم مطالب تحت اقتصادية اجتماعية هل سوف يتمكنون من التوافق على أرضية سياسية على رؤية سياسية تشكل مخرجا للأزمة الحالية وتؤسس لنظام أكثر مشاركة في المرحلة المقبلة هذا هو التحدي الأساس وهل يمكن أن نشهد في عام 2020 إعادة نفس الأحزاب ونفس الشخصيات السياسية في الانتخابات المرتقبة؟ إذا فشلت هذه المعارضات في تحقيق هدفها أي الوصول إلى مرحلة انتقالية سوف نرى إعادة تكرار المشهد ذاته عبر انتخابات عام 2020 تعود بنفس الأشخاص على سدة الأكاديمي والمحلل السياسية شكرا جزيلا لك على حضورك معنا مشاهدنا الكرام